أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزيره الخارجية عزم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المضية قدما نحو تعزيز العلاقات الأخوية واستمرار تعاونها البناء بشأن القضايا الإقليمية والدولية معالي أكد أيضا على مواصلة دول المجلس ترسيخ علاقاتها مع المنظمات الدولية والدول والمجموعات الصديقة والتنسيق معها في القضايا ذات الاهتمام المشترك جاء ذلك خلال ترأس معاليها الاجتماع التنسيقية لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد مسأمس بمقر بعثة مجلس التعاون بمدينة نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تم بحث الموضوعات المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية الراهنة وعلى رأسها تطورات الأزمة السورية حيث أعرب المجلس الوزري عن قلقه من تفاقم الأزمة السورية وما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان باستخدام كافة أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة الكيموية المحرمة دوليا كما بحث المجلس الشأن اليمنية وتطورات القضية الفلسطينية وملف البرنامج النووي الإيراني ترفض وزارة الخارجية ما ورد على لسان المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الإيرانية حول مملكة البحرين باعتباره منافيا للحقيقة ولا يعكس الأوضاع الحقيقية في مملكة البحرين الوزارة أكدت أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه تنتهج احترام القانون وسيادته وتعامل شعبها معاملة لائقة يحكمها القضاء العادل حيث لا يتعرض أحد للاعتقال دون مبررات قانونية إضافة إلى احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان وتعرب وزارة الخارجية عن استنكارها لهذه التصريحات الإيرانية غير المسؤولة وتؤكد على أهمية مراعاة الحكومة الإيرانية لمبادئ حسن الجوار واحترام القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعمل على بناء الثقة والعلاقات الودية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين ترجمة نانسي قنقر